بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا دايماً وإحنا بنجي في حلقات الجليس بأننا مركزين على حاجة مهمة جداً جداً الجليس ده بيعود علينا بالنفع ولا بيعود علينا بالضر لما نيجي نتعامل مع جليس واللاحظة أن الجليس ده تحول إلى شيء أقرب من الإدمان لازم نقلق لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الإتقان فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وعشان كده إحنا لو أدماننا حاجة على طول الإتقان هيهرب من حياتنا عشان كده لو إن الإدمان حصل لنا في حياتنا في حياتنا هتحصل لنا في حياتنا تاني إيه هي؟ إن حياتنا هيبقى فيها إسراف ومش هيبقى فيها اعتدال مش هيبقى فيها اتزان يعني مش هيبقى فيها إن لأهلك عليك حقه وإن لزورك عليك حقه وإن لبدنك عليك حقه وإن لربك عليك حقه أعطي لكل ذي حق حقه ما بيقاش كده وعشان أوقات كتيرة بنظن إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا بيكلمنا بس عن العمل اللي هو الشغل لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا عن إتقان وبيعلمنا إن الإتقان ده بيعلمنا إن إتقان ده سمة أساسية في كل حياتنا مش بس في الشغل والعمل لما بييجي في الذكر الحكيم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيبقى المقصود بيه أعمال الإنسان كلها وعشان كده جليس النهاردة جليس بيبعدنا على إن إحنا نكون متقنين اللي عملنا قائمين بحقوق حياتنا جليس بيقلل حركتنا وبيخلي دماغنا مشغولة ويغلي نفسيتنا مليانة بأشياء هي مش في دايرة مسؤولياتنا ومش بس مش في دايرة مسؤولياتنا بتخطفنا مما أقمنا الله فيه يعني عارف كده أنا بحس إن الإنسان بيبقى عايش بدرجة مخطوف حاجة كده خطفته خطفته سواء كان زوج كان زوجة كان عامل كان أستاذ في الجامعة كان أم بيتخطفه بيتخطفه في الأشياء من الأشياء اللي ربنا أقامهم فيها وبينغمسوا بقى بينغمسوا في أشياء بتفقدهم التركيز ساعات بتفقدهم الإحساس ساعات بتفقدهم البسئولية ساعات بتفقدهم الإنسانية آه والله ساعات يبقى فيه حاجة مهمة جدا جدا لازم يقوم بيها ولو ما قامش بيها يبقى هو كده متبلد ما بقاش إنسان لكن عشان الجليس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو جليس احنا نستلح على تسميته بحاجة واشرح لكم ايه معناه الجليس بتاع النهاردة اسمه الهوس هوس العيش في قلب الحدث إن أنا ما تفوتنيش حاجة بتحصل حتى لو كانت حاجة دي هي فلانة اشترت الختم بتاعها منين لبسة اللبسة دوات إمتى أبقى عارفة إيه اللي بيحصل إني إيه دا ما سمعتوش إيه اللي حصل أنا مش بتكلم على الكلام القديم بتاع فكرة مضابعة الموضة مش بتكلم على كمان عن الكلام القديم بتاع متابعة أخبار الفنانين مش بتكلم كمان الكلام القديم اللي بتاع هو مين اللعيب اللي قال إيه مش بتكلم الكلام اللي كنا بنتابعه كمان في الجرائد بتاعت الاهتمام بأخبار الفنانين لا بتكلم عن حاجة تانية أنا بتكلم على هوس جديد اسمه الهوس في العيش في الحدث اللي بيفرضوا عليك السوشيال ميديا السوشيال ميديا خلتنا عارفين أكتر وأسرع عن كل حاجة بتحصل حوالينا وأصبحنا بدقة وأي حد يقول له غير كده يبقى مش صحيح أصبحنا مدمنين الموبايل مدمنين السوشيال ميديا هذا إدمان فخلى كتير مننا عندهم قلق أن ما يفوتهمش حاجة وبقى عندنا حاجة كبيرة قوي قوي زادت قوي عندنا اسمها الفومو الخوف من الفوات فيفضلوا يغرقوا في متابعة تفاصيل أحداث بتحصل حواليهم كأنهم عايشين جواها احنا مش بنعمل كده كمان عند الناس المؤثرين مش بنعمل كمان عند البروجرس الكلام ده على نفسنا لو حد نزل بوست أو حد تكلم عنه فلازم أروح وأشوف هوس هوس أن أنا أحس أن أنا عارف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتغير لدرجة أن أنا بقى عندي الهوس ده رح جيب لي حاجة أن أنا أفضل أتصفح خوفا من أن في حاجة تحصل وأنا ما شوفهاش يعني ما فيش حاجة حصلت جديدة لكن بقى عندي حاجة أن في حاجة لازم حاجة تحصل في الثانية اللي أنا أكون بقى رفيها حاجة فلازم أرجع تاني أجيب من الأول لأنه ممكن الحدث سيكون فتني ومهني في حاجة أساسية عندنا من حسن إسلام ما أرى تركه ما لا يعنيه فهوس العيش في قلب الحدث هو شكل من أشكال إدمان إدمان تتبع الأخبار والأحداث والناس على السوشيال ميديا أنا طالب بطالب بشكل واضح إن إحنا يبقى عندنا مش بس دراسات يبقى عندنا قسم في علاج الإدمان علاج هذا النوع من أنواع الهوس آه صحيح في أحداث بتحصل حوالينا بتبقى مهمة وبعض الأحيان واجب إن إحنا نكون على وعي بيها عشان نفهم الواقع كويس وإيه ونقدي دورنا تجاه اللي حوالينا زي مثلا حد عرفت إن هو عنده عزيز توفي أو حد حصل حاجة مهمة جدا 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 أنا محتاج إن أنا أعمل بيها مشاركة مجتمعية لكن إن إحنا نعيش كإن ربنا خلانا جزء من الحدث ده مش واجب علي فلو حصل حدث وحوالي وأنا ما شفتوش فنفضل نشوف فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا فيديو بلا توقف على سبيل إن ده شكل من أشكال الإنسانية وشكل من أشكال المتابعة وشكل من أشكال القيام بأدواري في الحياة وده مش حقيقي لإن إحنا كده بنأثر في أدوارنا في الحياة ونأثر لو لدينا أدوار أيضا تجاه الحدث نفسه لذلك مش هنقدر نقوم أبدا بأدوارنا الإنسانية تجاه بعض الأحداث زي مثلا دعم أهلنا في فلسطين دعمنا للناس خلال أي كارثة إنسانية بتحصل إلا إذا كنا في حالة اتزان عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن المؤمن القوي خير وأحبه عند الله من المؤمن الضعيف وأنا أقول لكم معنى أنا ليه أتيت بهذا الحديث هنا عارفين أتيت بهذا الحديث ليه لأن المؤمن القوي هو الذي يكون قوي الراسخا ما تتلعبش به الأحداث الكتيرة اللي هو مالوش علقة بيها لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضوه بعضا صحيح زي ما حدث النبي علمنا بس لو استهلكنا أنفسنا في المتابعة على السوشيال ميديا هلأ يكون عندنا طاقة ولا قدرة إن إحنا نفكر إزاي نكون يد معينة وعون ويد بتوصل العون اللي حوالينا أكيد لا لأننا دم استهلاكنا دم استهلاكنا فيما لا يعنينا وإزاي أنا تعلمت حاجة مهمة جدا جدا من كتر الأحداث اللي حوالي ليس كل حدث يجب علي أن يكون لي موقف منه وليس كل شخص لابد أن أضع تقييما له دي حقيقة دي حقيقة من حقي الحياة ولذلك بعض علماء النفس تكلموا عن هوس تصفح الأخبار السيئة وكثير من الدراسات النفسية لقيت إن كل ما كان الإنسان مستهلك ومفرط للأخبار السيئة كل ما زادت احتمالية التعرض للإكتئاب والتوتر وأعراض مشابهة للي بتحصل للإنسان اللي بيعانوا اضطرابات ما بعد الصدمة لهذا الحد لهذا الحد إن هو ممكن ما يكونش حصله شيء وده هو اللي بيقوله علماء النفس بيقوله إيه إن ممكن يكون عنده أعراض زي ما بعد الصدمة كده ساكت مش عايز يتكلم حاسس إن الحياة ملهاش معنى حاسس إن هو ملوش لازمة حاسس إن الحياة دي بقى اتعب حاسس كل الأحداث كل الصفات والسمات اللي بتحصل للشخص بعد الصدمة هو يحس بيها وهو ما تصدمش بس هو دخل جو جعل نفسه جزء من الأحداث اللي حواليه وهو ده وتجزاء إن هو أصرف وأفرط في إن هو يتابه ده المشكلة يا سيدة إن الاستهلاك المفرط للأخبار السيئة يخلي مع الوقت عينينا مش قادرة تشوف رحمة ربنا ولا حكمته في الأحداث اللي بنعيشها فنزعل من ربنا وعشان كده أسراب وجيوش الزعلانين من ربنا جزء أساسي من تكوين حالتها النفسية من الزعل من ربنا جاي منين من متابعتها للأخبار السيئة اللي خلتهم يقدسوا السواد ومع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نحفظ أنفسنا ونحفظ قلوبنا من تقديس السواد إزاي؟ قال كلام في بديع كلامه وفي جوامع لطفه وتعلمنا إزاي نتعامل مع حياتنا كلها قال صلى الله عليه وسلم وبيعلمنا إزاي نتعامل مع الأحداث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له إن أصابته مش هو يروح يدور على ده لدرجة إن حضرت النبي لم واحد طلب منه وسأله أن يدعو له بالصبر قال قد سألت الله البلاء إنت بالضبط زي إحنا كده إحنا كده وإحنا مهوسين بتتبع إن إحنا نبقى كوة الحدث عارف إيه حصل كإن واحد بيستدعي البلاء ويستجلب البلاء ويدخل فيه ولذلك من أسوأ ما ظاهر هوس العيش في قلب الحدث هو هوس تتبع أخبار الحياة الشخصية للناس على السوشيال ميديا وأخبار الحياة الشخصية للمشاهير زي مين ضرب مين مين غدر بمين مين كان بيصيف فين السنة دي مين اشترى إيه مين باع إيه مين رحفين مين زعل من مين مين حسد مين مين عنده نوع من أنواع إرادة المؤامرة على مين أشياء كلها يعني كل اللي أنا قلته دولا دلوقتي مضروب في عدد الفنانين مضروب في عدد لعبة الكرة مضروب في عدد المشاهير مضروب في عدد الناس اللي أنا مليش علاقة شخصية بيهم كل دولا عندهم عشرات الأخبار كل واحد فيهم عشرات الأخبار تخيلوا دا لو أنا شلت كل دوت وأنا فعلا ما عنديش اهتمام به مش لأننا شخص مش مهتم بالشأن العام لا دا مش الشأن العام على فكرة دا ما يكونش ثقافتي لكن ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بتعامل مع الأشخاص دول ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بصمم لهم الأزياء بتاعتهم ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بشتغل في إدارة شؤون الكرة ممكن يبقى مهم ليا لو كنت أنا بتعامل مع المشاهير باعتبار أن الجزء دوت من المشاهير دولا جزء من عملي بس أنا لو مكنش كل دوت لي علاقة بي إيه النفع اللي هيعود علي اه صحيح كتير من الناس بيشارك في تفاصيل حياته الشخصية وبيعارض نفسه كأنه كتاب مفتوح لكل الناس على السوشيال ميديا انتوا عارفين اننا عند مصلحة كده ما بحب اللي هو الاسرة شير الناس تبقى على شير على الحياة فإن اللي يصل فواحدة أم تروح كاتبا حاجة تروح بنت تطلع معلقالها ويطلع بقى كل أسرار بيتي على الايه على صفحات السوشيال ميديا لكن ده مش مبرر يخلينا نهدر أوجاتنا ونهدر تركزنا ونهدر حياتنا في تتبع أخبار الناس وأحياني للأسف مش بيقف الموضوع عند التتبع أوقات ناس بتقع في فخ الشير والكلام عن الناس والسخرية منهم ومفتحوهم كأن حياتهم وأعراضهم وكمان أموالهم وفسعات دماؤهم مباحة لكل أشكال الغيبة والنميمة مش بس الغيبة والنميمة والاغتيال في بعض الأحيات أنا عايزة أقول لكم حاجة الناس اللي عندهم هوس بالتتبع دولة بيقعوا في مصطلح أنا بحب أقوله كده الاغتيال المعنوي السلبي فيه اغتيال معنوي سلبي إن أنت تكون أحد المشاهدين لحاجة أنت ما كنتش عايز تشوفها بس الخبر ده زود نسبة المشاهدة دي وانت ما كانتش ده مهم والخبر ده كان فيه نوع من أنواع الاغتيال المعنوي الحد وانت ساهمت في هذا الاغتيال المعنوي أنا مش عايزة أحملك الهم لكن أنا عايزة أقولك الثقافة دي والهوس ده ممكن يوصلك لإيه لازم نقرر أن من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه مش بس ما لا يعنيه بش بس ده ما لا يعنيه ده يعنيني أن أتركه في بعض الأحيان نحن نطلع على أشياء يعنيني أن أتركها يعنيني أن لا أطلع عليها مر مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير طبعا ما يعذبان في كبير ممكن يكون العمل كبير بس العلماء بيقولوا لا تخلي بالك مقصود مش كبير يعني العمل ده مش تافه يعني هما رأوا في تفسير التفسير الأولاني إنهما شافوا إن حاجة دي مش مهمة إنهما حاجة دي مش مهمة وإن ده هو رؤيتهم أو إنهما لا يعذبان في كبير كان هما ما كانوا محتاجين إنهما يقعوا في هذا الاسم لإنه كان سهل عليهم إنهما يتجنبوه يعني إما هو مش كبير لإنه كان سهل إنه أنت تتجنبوا سهل إنهما يتجنبوه فوقعوا فيه أو كبير يعني هو ما لهش أهمية إيه اللي حاصل بقى؟ فحضرت النبي إيه؟ ثم قالت صلى الله عليه وسلم بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بولي الحديث هنا بيقول إنه فيه حاجتين خطيرتين جدا 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 إنسان مش مهتم بيهم وبيتوغل فيهم بس بيودوه في ده ويجلبوا عليه العذاب الحاجة الأولانية هو ماذا؟ الخوض والهوس بكتر الكلام في ملاعنينة وفي أعراض الناس والكلام عن الناس والتاني إن الواحد ما يبقاش طاهر وجزء من طهارة الإنسان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن استنزاه من البول ممكن كمان نستنزه من قذورات الناس ده سيدنا رسول الله لما سيدنا الفضل طلب النواة يأخذ من الزكاة قال إنما هي أوساخ الناس فلازم الواحد يبتعد عن الحاجات الرديئة لكن تتبع الأخبار والهوس إن أنت تبقى في وسط الحدث حتى لو الحدث ده فيه كلام عن الأعراض حتى لو كان الحدث ده فيه كلام يخجل الإنسان حتى لو كان فيه الأحداث وعشان كده بقت الحاجات المخجلة بقت أشياء طبيعية عند الناس عشان كده الحاجات اللي كان يجب إن احنا نتعامل معها بحياء وإن هي حاجات نصها إلا ما يكون ثلاثة أربعة إلا ما يكون تسعين في المئة كلها حاجات كان يجب سترها أو يجب إن الناس ما تعرفش عنها حاجة أو يجب إن الناس ما تشوفهاش بس الناس شافت مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأدى البنات ومنها وعهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناد كل ده أشياء مكروهة كل دي أشياء حرام لكن الناس أدمنوا القيل والقال الحكايات ده مش شكل من أشكال الترفيه ولا ده شكل من أشكال الاهتمام ده شكل من أشكال تلويس القلب وتطيع الحياة دي ما لا يفهم يعني لو سألت واحد مثلا أنت لما تتبع الأخبار دي وتجيب فيديو بعد فيديو وصفحة بعد صفحة وخبر بعد خبر إيه اللي خرجت بيه في إيدك ممكن يساعدك في الحياة هياخد وقت طويل عشان يقلف قصة إن الله يساعده في الحياة حضرت النبي علمنا أن الصدورنا وقلوبنا لازم تصان فقال لا يحدثني أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن ألقاهم وأنا سليم الصدر فرسول الله يساعده مش عايز يسمع حاجة علمنا وحضرت النبي هو عنده بطبعه لأنه جمال طبعه صلى الله عليه وسلم هشيل الحاجات يعني حضرت النبي مش خايف أنه يتفتن لكن هو حضرت النبي بيعلمنا أنه محدش يقعد يسمع عشان طيب لما واحد يقعد يسمع الأخبار السيئة دي كلها يقاب المجتمع إزاي يقاب المجتمع إزاي يقاب المجتمع إزاي ما أكيد أنتوا هتطلعوا حشين إذا كان الناس العقلاء أن الناس بنقتدي بيهم أو الناس بنمشي وراهم بهذا المنظر اللي أنتوا بتحكوه يبقى نمشي ورا مين والله سبحانه وتعالى جعل سمعنا وبصرنا وقلوبنا أمانة وجعلنا مسؤولين عن اختيار اللي بنستقبله فقال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أنت مسؤول عن كل ده مش معنى مسؤول أن أنت هتحاسب عليه مسؤول يعني ده أمانة عليك ما ينفعش تدخل حاجة ولا تشوف حاجة هي ليست داخلة فيما يعنيك فالإنسان اللي بعيش حياته بيقيله وقال بيصاب ببلادة مش بس بيصاب ببلادة بيصاب سعاد بقسوة قلب مش بس بيصاب بقسوة قلب بيصاب أنا آسف يعني أنا آسف كتير من الناس بقى عندهم غباء إنساني يعني فيه غباء اجتماعي بقى عندهم غباء إنساني ليه؟ من كتر اللي هو دخل له ما بقاش عارف الصح والغلط ما بقاش عارف يعمل إيه؟ ما بقاش هو عارف إن ده قيمة ولا مش قيمة فاطلق بطت الأخلاق كلها بسبب قيله وقال فبقى عنده حاجة كده قدراته ضعفت على التفكير وحصله خمول وحصله حالة من حالات ازهقان من إنه يفكر فما يكونش قادر إنه هو يفكر بشكل كويس وما يكونش قادر على إنه يبقى دعا في عمله وما يكونش قادر كمان يدخل السرور في قلوب الناس اللي حواليه هو أصلا ما بقاش عنده سرور أقول لكم حاجة هو الشخص لما يبقى زحمة يقدر يبقى قلبه فيه رحمة هو الشخص لما يبقى زحمة هو يقدر يكون في وسط الزحمة دي يقدر يلاقي فكرة ولا الشخص هو في وسط الزحمة بيعيش أخلاق الزحمة النفس كذلك عايزة تخليك زحمة فالإنسان بقى زحمة زحمة بحاجات ما لهاش لازمة فبقى بيدخل معارك ويفكر أفكار ويعمل أشياء ما لهاش قيمة وبقى زحمة الزحمة تجيب عصبية فيتعصب على الله شيء فالإنسان هو معاصر دلوقتي من كتر ما هو عايش في قلب عيشة ناس تانيين وحكايات وأحداث وبسطات لا تعنيه أصبح كأنه حاضر غائب عن حياته مش هنقدر نقول وممكن واحد يتجرق ويقول أصبح وكأنه بعيش ميت في الحياة لأن الحاجات المهمة اللي هي بتديله لحياته ما بيعملهاش وعايش حياة مش مهمة خالص ولا فيها نفع عليه وذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قنون مهم في حياتنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عشان كده نقدر نسترد حياتنا ونخرج كلنا ونرجع نركز تاني نركز في علاقاتنا مع أحبابنا ونتقن الحياة ونصبح تاني بنحب الحياة بصدق وده لازم نترك فيه هواسر عايشة في قلب الحداث ونترك الانشغال بما لا يعنينا ولذلك دايما بقول من انشغل بما لا يعني أدمن قتل الأحلام وصناعة الأوهام اسمع كويس اللي هتنشغل بما لا يعنيك هتتقن إيه هتتقن قتل أحلامك وصناعة الأوهام ما يبقاش عندك الأحلام خلاص بتسبب ما عندكش وقت الأحلامك وإيه اللي حصل وتصنع أهام أن انت كده بقيت إنسان مختلف مختلف إيه أنت ما عملتش حاجة أنت عايز تشتغل وانت الوقت كله ضيعته في إيه في أن انت تبقى في قلب الحدث وبقول كمان من انشغل بما لا يعنيه إيه اللي حصل بما يعنيه النسان إذا انشغل بما يعنيه أحب الحياة وعانى الله فيما أقامه وحقق له منا اللي بينشغل بما يعنيه فاسمع نداء الحق سبحانه وتعالى انشغل بما يعنيك وحقق لك ما يسعدك ويرضيك واحفظ دايما من بات منشغلا بما يعنيه زائقا حلاوة ما في فيه يعني ما فيه فمه ساعيا في استثمار ما عنده من النعم في تنويل قلبه وما يحييه فقد جمعت له السعادة من أطرافها يا سلام طب نعمل إيه بقى تعالوا نتوقف عن شاهد أول أول إجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمل له نتوقف عن شاهدة متابعة تتبع أخبار الناس تاني حاجة نتوقف عن معصية الغيبة والنميمة على السوشيال ميدي او احنا بنختاب او بنختاب الكلام اللي احنا بنقوله ده وبنوري نفسنا ما شفناهوش ونقعد نتكلم في عراض الناس ونقعد نتكلم بالقبيح في الناس ونكشف أسرار الناس كل ده غيبة ونميمة تالت حاجة الأخبار السيئة اللي بنشوفها لازم نفرزها والحاجة اللي ليك دعوة بيها لازم تحطها على التصنيف ده شيء مهم بس مش عاجل ده شيء مهم ليه بس عاجل او شيء مهم ومش عاجل او شيء مهم عاجل واحنا هنهتم بالمهم العاجل والمهم غير العاجل لكن اللي مش مهم ومش عاجل مناش دعوة بيه واللي مش مهم وعاجل برضو مش هنهتم بيه لأن معدلات الأخبار السيئة اللي احنا بنسمعها عشرين خبر سلبي على سبيل المثال في اليوم ايه اللي يحصل كل ده املى يومك يبقى انت لازم تزيح الأخبار السيئة بأخبار تلاتة حسنة على الأقل كل يوم رابع حاجة املى يومك بعمل يخليك تتقدم لقدام تتعلم حاجة جديدة تقرأ كتاب تدعم حد تدخل السروع على قلبه خامس حاجة اخدم حد محتاج عونك كل يوم كل ما تعمل ده كل ما تعيش وانت متخلص من سجن هوس ان انت تكون في قلب الحدث لان ساعتها هيكون لك قلب ممكن يخلي كل حدث بتعمله لي معنى ويخلي كل حدث بتعمله ليه وصل ويخلي كل حدث بتعمله ورا قيمة وخلق بس انت فضي نفسك فضي نفسك عشان تبقى ايه تبقى مش مدوش مش مشغول فضي نفسك ليه ما يعنيك لان هذا ما يحييك يا سادة عايزين نسترد على الاقل 96% من حياتنا اللي رايحة فيما لا يعنينا عشان نعيش حياتنا كلها اللي هي نعم من ربنا ومنفردش في كل في دلتربة حياتنا واحنا بنظن ان احنا بنعيش الحياة لا احنا بنخصم من الحياة تعالوا نسترد حياتنا بعوني مولانا سبحانه وتعالى ونعيش فيما اقامنا الله فيه لكي يعود العبد الى نعمة باريه يا رب عنا على ذلك وجعلنا ممن يستمعون القول وفيتبعون احسنها يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل نتكلم عن اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحت بنامج والله تعسروا فنقرأها معاكم ونجيب عليها عشان نسعد بيها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بن نمج والله تعسروا اللي بنتلقى عليه اسئلتكم المبركة عشان نسعد بيها ونتنور ونعيش معاكم في مجالس العلم اللي فأذن ربنا سبحانه وتعالى وتفضل علينا بيها ان هي تفضل مفتوحة واول سؤال وصلنا على صفحتنا السؤال اللي بيقول يا فضلت الشيخ انا عندي اربعة وخمسين سنة الدورة الشهرية اطعى عندي حوالي خمس شهور وروحت اعمل عمرة عملت اول عمرة وجيت اعمل عمرة تاني وتفاجأت ان في حاجة نزلت بسيطة اتشطفت وروحت اعمل عمرة تاني وبعد ما جيت لقيت حاجة بسيطة عالي العمرة مقبولة ام لا خلينا نتفق على حاجة مهمة اوي نتفق على ايه على اني اتفق العلماء على انه يشترط في الطواف الطهارة الطهارة من الحدث سواء الاصغر او الاكبر يعني ايه احنا عندنا اركان العمرة اربع اركان الاحرام والطواف والسعي والحلق طيب ايه اللي حاصل وتعالوا نتفق ان بلوغ المرأة سن اليأس هذا ليس سنن لكن معنى سن اليأس هو انقطاع الدم عن المرأة بيحصل امتى بتختلف من امرأة لامرأة بتختلف من امرأة ايه لامرأة وده عند علماء الطب وخاصة علماء امراض النساء عارفين وبيقولوا شوية كلام كتير في بيتكلم فيه ان الحد بيكون كل امرأة عندها كم بي من الحد بينزل عليها طيب ايه اللي حاصل اللي حاصل ببساطة خالص ان في اوائل بداية السن اللي بتنقطع فيها دورة المرأة بيحصل شوية اضطرابات في مدة معينة كمان المدة دي بتختلف من المرأة الاخرى بس بيحصل اضطرابات تنقطع المدة ممكن المدة دي تكون اشهر ممكن تكون سنتين مدة بيحصل فيها اضطراب للدورة الشهرية فممكن تفضل شهرين تلاتة ما تنزلش فتنزل او زي ما في الحالة اللي عندنا حصلت خمس تشهر وما نزلتش فنزلت تاني السؤال الدم اللي نزل ده لو هو دم حيض يبقى حيض يعني ايه بدل هو دم حيض يبقى حيض يعني لو هو نفس الدم اللي كان بينزل عليك في زمن الحيض فهو حيض يعني ايه طبعا المرأة على طول بتبقى متشوفة بكتيب من الستات بتبقى عايزة ترتاح ليه طيب هي عايزة تعبد ربنا وعايزة تصوم وعايزة تصلي فلما بينقطع الدم لخمسة اشهر بتفرح فيك ستات كتير بتفرح عصلي بقى من غير بقى ما انقطع وزي ما هي كده راحت العمرة وعمرت اول عمرة فقالت خلاص انا خلاص ما بقاش عندي حيض طيب ايه اللي حصل الحيض لو نزل عليها ولو انقطع خمسة اشهر ايه اللي حصل هي بقى اسمه حيض هي بقى اسمه ايه اسمه حيض حتى نقطع خمسة اشهر ومش معنى اننا نقطع خمسة اشهر يبقى خلاص انا من النساء التي يأسنا من المحيض لا اللي يأس من المحيض هو ان الحيض يمتنع لكن طراما الحيض بينزل فهذا اسمه حيض بدان بقى وصافه بلونه برائحته بشدته يبقى هو 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 حيض وبقول لحضرتك ان الفترة دي الاولينية في مسألة اليأس من المحيض بتبقى فتت اضطراب بيبقى وفي ناس كتيرة حصل لها در اضطراب وبعدين الدم رجع ينتظم مرة تانية اه يعني اللي ينزل في العمرة التانية دي واللي ينزل في العمرة التالتة دي ايه اللي حصل ده يعتبر حيض نعم طب اذا كان ده يعتبر حيض يبقى العمرة لان الطواف لم يكن صحيحا يبقى خلاص يبقى العمرة التانية وخاصة ان احنا بنعمل عمرات ما لها طب والله انا عملته اخد سواب ان شاء الله تاخدي سواب سواب ايه سواب ان انت قصدت العبادة في تأخذ سواب النية وسواب الحركة وسواب كذا لكن عالي العمرة كده هتبقى صحيحة لا لان الطواف يشترط له الطهارة ولا نجيز الطواف للمرأة الحائض الا في حالات استثنائية مش منها الحالة اللي حضايك حكيتيها لان حضايك كنت بتقولي انا عملت عمرة بعد كده عملت عمرة وبعدين عملت حبت تعمل عمرة تاني وعمرت عمرة حبت تعمل عمرة تالتة لا كان الاساس ان انت لما ينزل عليك ده بتعرف ان انت لا يجوز لك ان تطوفي واذا كان لا يجوز لك ان تطوفي يبقى ايه يبقى العمرة في ركم من اركانها لا يتحقق ولذلك انت بتقولي هي العمرة مقبولة ولا لا انا مش بكلم على السواب لكن بكلم بقولك انه الطواف ده لم يكن صحيحا وعليه فالعمرة اللي حصلت دي لم تكن صحيحا فعشان كده ايه اللي حصل يبقى انت طب يجي سؤال بقى هلا عليك اسم الجواب لا لان انت ما كنتش تعرف الحكم طيب هل هذه العمرة محتاجة ان تعاد الجواب لا لاني لم يحصل لك ان انت ايه عملت يا عمرة السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم كنت عايزة اعرف الطريقة اللي اقنع بيها حد يصلي هو من فترة كبيرة للأسف مش بيصلي اعمل ايه احنا في اوقات كتيرة بيبقى عندنا شوية امور واحنا بنتكلم على انسان كان يصلي ثم ترك الصلاة في كتير من الاحوال الناس بتهتم فقط ان هي تطلق الاحكام على صاحب المعصيه لكن الاهم من اطلاق الاحكام هو الاخذ بيده الانسان اللي بيعصى الله سبحانه وتعالى ويرتكب كبيرا زي كبيرا ترك الصلاة فنعمل ايه بقى اول حاجة الشخص اللي هو ترك الصلاة في احوال كتيرة الشخص ترك الصلاة قد يكون تركه للصلاة نتيجة ازمة او صدمة او شيء حصل له فلكي نستطيع ان احنا نتعامل مع هذا نحن نحتاج ببساطة خالص عشان نكون واضحين نحتاج ان نعرف السبب الذي من اجلي هي ترك الصلاة ده شيء مهم جدا 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 عشان نقدر نعالج ده فمثلا كثير من الناس بيتركوا الصلاة في اوقات كتيرة لانه بيحس بايه بيحس ان ربنا سبحانه وتعالى مش معايا ربنا مش مستجبله ربنا مش هوقف جنبه ربنا تركوا لوحده رب ما بيعاني او ربنا سبحانه وتعالى اخذ منه حبيبه او ربنا سبحانه وتعالى ما استجبلهش لدعوته احد يدع اذا ربنا يدع ربنا ما اخدش حبيبه دوته و Unknown Speaker Speaker بعدين ربنا سبحانه وتعالى برضه افتكرو بس هو كان مريض مرض صعب شوي أبس طعيات ربنا انه اما يجيب المضطرة اذا دعا وأنا دعايته وأنا مضطرة قبس ربنا سبحانه وتعالى وعدك أن يستجيب لك كما يريد لا كما تريد وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد فأنت كنت شايف أن يفضل أن واحد يعيش متعذب أو يفضل واحد يعيش وهو خلاص فقط دوره في الحياة يعيش بس عشان أنت تستمتع بوجوده في الحياة ويبقى قدامك صورة ما هو موجود قيمة في حياتك أنت ليه بتعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش لك يبقى الشاهد هنا أن أول حاجة بعملها عشان أقنع الشخص يرجع للصلاة تاني أعرف السبب اللي من أجله ترك الصلاة بعض الناس بيتركوا الصلاة لأن هم بينشاغلوا فهو شايف أن الوقت اللي يصلي فيه دوات ممكن يعطرهم بعض الناس بيتركوا الصلاة لأن هم بيتغير نمط حياتهم اللي ستايل لايف بتاعه بيتغير بتغير يعني إيه هو بيشوف أنه هو في المكان اللي هو فيه دوات مش بيبقى مناسب الناس كلها ما بتصليش فانا عشان أبقى زيهم فانا مش هبقى أصلي عشان محدش يتنمر علي كلها خرافات كل اللي أنا قلته دوات هبار عن أوهام كل اللي أنا قلته دوات لا أحد أبداً يقبل أنه يكون سبب من أسباب ترك الصلاة أصلاً الصلاة ما ينفعش حد يتركها بس أنت ليه بتبدو دوره على السبب ما ده من اللي هو بيعمله ده بيعمله ده من أشد المعاصي ومن أشد الأثام ومن أشد الكبائر ومن أعظم الكبائر أنه واحد يترك الصلاة لدرجة أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس ويقول لهم أن الصلاة عمود الدين فإزاي هو يترك عمود الدين فيترك عمود الدين طب وليه طب يعمل كده عشان أوهام عملية هالو نفسه الأمرة بالسوق فإحنا لو كنا عايزين نعالج الشخص اللي هو ترك الصلاة ده لازم نعرف سبب تركه للصلاة ده أول حاجة بعد ما نعرف سبب تركه للصلاة إحنا لازم نعرف الظرف النفس اللي مر بي ولزاك أنتوا تكلموا على الإلاج مش بتكلموا على هو يروح فين هو يعذب ولا ما يعذبش لا إحنا بتتكلم على مسألة إيه مسألة إن الشخص ده كيف نعالجه لأن فيه أوقات كتيرة بيبقى ترك الصلاة ده عرض الاكتئاب عرض لمرض نفسي عرض لأزمة نفسية فأنا لازم وأنا بقول إن ترك الصلاة الشيء مهم جدا عند الناس اللي بيبقى عندهم تدين أو عند ده مهم جدا جدا في التحليل النفسي إنه لما واحد يترك الصلاة وهو يكون بيحب ربنا أو يكون مقبل على ربنا ففجأة يترك الصلاة ده مهم جدا في إننا لما أجأ حلل نفسية حد ليه؟ لأن الإنسان لما يترك شيء هو كان سند لي ودعم لي ومدد لي يتركه فهو بيتركه وكأنه بيترك الشيء اللي بيثبته يخليه راسخ في الحياة فتركه ده لا يكون عن اتزان ولكن تركه ده تلابد أن يكون عن اضطراب يبقى إذن لازم نعرف سبب تركه للصلاة إيه؟ لازم نعرف هل السبب ده موجود الغالي دلوقتي ولا تالت حاجة لازم نعرف قوة السبب ده إيه؟ وإن السبب ده هو في الشخص ده تتحول إلى مفهوم عند الشخص ده تعلق زي مثلا واحد بيعتبر أنه هو ترك الصلاة لإيه؟ ترك الصلاة لإن الشخص اللي أزاف حياته كلها كان هو السبب في أنه خلص الله فهي طيب خلاص بأسا أعيد الكلام ده تاني كل الأسباب دي أسباب واهية وأسباب كلها جاي من النفس الأمر بالسوء وكلها أسباب حرام أن الإنسان يتبع يعني دي مش مبررات ولكن دي مفسرات بنفسر وعمل كده يبقى أول بعد ما التلات خطوات اللي احنا قلناهم دولها في معرفة السبب تركه للصلاة أنه بنعرف إيه السبب بنعرف بقاءه من عدمه بنعرف مدى قوته تعال بقى ندخل بقى على إيه ماذا نفعل أول حاجة نترك نترك النصيحة بشكل متكرر مع كل صلاة ولكن ماذا نفعل نختار الأوقات اللي فيها مناسبة للكلام عن الله وأنا بختار إن احنا لو عايزين نرجع حد للصلاة نكلمه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل حاجة ممكن ترجع تعيد الإنسان كي يعود إلى الصلاة مرة ثانية هو الكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه الكلام عن حضرة النبي بيخلي الناس ترجع للصلاة ليه لأن الكلام عن حضرة النبي وجمال حضرة النبي بيخلي الإنسان يحس أن الحياة منورة الحياة حلوة الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة جميلة الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة ممكن أعيش فيها أنا الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة ممكن أحس أن الدنيا فيها خير من أكتر الحاجة اللي بتحسس الناس أن الدنيا فيها خير وتعالج ترماتهم وتعالج مشكلاتهم مع الدين هو الكلام عن حضرة النبي من شخص يفهم مقام حضرة النبي النبي ويفهم جمال حضرة النبي ويفهم أخلاق حضرة النبي ليه فأوقات كتيرة الناس لما بيجوا يعرفوا الناس على الدين بيعرفوهم على أن هم وكلاء عن حضرة النبي فإذا كان هو سبب تركه للصلاة أنه هو شاف أن الشخص اللي بيقدم نفسه على أنه وكيل أنه نائب عن حضرة النبي كان هو سبب الصدمة بتاعته فلازم نزيل للشخص ده ونخلي التعاون مع حضرة النبي مباشرة فنعرفه على حضرة النبي وجمال حضرة النبي هو دوت أهم حاجة أنا ممكن أعملها الحاجة التانية اللي ممكن أعملها كمان بعد كده بعد ما أكلمه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه سر من أسرار الصلاة إيه سر من أسرار الصلاة أن الصلاة في كل صلاة هبة في كل صلاة فتحة وفي كل صلاة نور فأعلمه أنه كل ما يجي يدخل الصلاة يدخل الصلاة بمعنى جديد يعني يدخل الصلاة بمعنى جديد أنا رايح أصلي مثلا صلاة العصر بعد شوية فأنا ورايح أصلي صلاة العصر بعد شوية أنا ودخل عن صلاة العصر أبتدي هيئة نفسي إن أنا أدخل على الصلاة بمعنى معينة أنا داخل صلاة العصر مثلا وحاسس إن في حد أزاني فأدخل في صلاة العصر وأنا باحتمي بيحمي الله لا ده أنا أخذ داخل صلاة العصر وأنا حاسس إن ربنا فتح عليه فأدخل صلاة العصر بإننا بشكر ربنا على نعمته لا ده أنا أدخل صلاة العصر على إننا خايف على علاقة إن هي تفسل خايف على علاقة بزوجتي خايف على علاقة بابني في إيه اللي حاصل فيبقى أنا بأدخل صلاة العصر بمعنى جديد يبقى أدخل كل صلاة بمعنى جديد يبقى إحنا بعد ما تعرفنا عن السبب بعد كده تعرفنا على حضرة النبي بعد كده ندخل على كل صلاة بماذا بمعنى جديد بعد كده ندخل على الصلاة وإيه اللي حاصل ونصلي الصلاة في أول وقتها أي حد نقول له صل الصلاة في أول اقتوى خلاص وأنها تبقى المسألة سهلة عليك بهذه الإجراءات يمكن الشخص يعود مرة ثانية للصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي كل الناس إلى رحابي ويأخذهم إليه ويجعلهم سبحانه وتعالى في حضراتي وفي كرمي وفي ضيافاتي وفي أنواري وفي بركاتي يا رب العالمين يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن جليس نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطهر قلوبنا من هذا التعلق وهذا الإدمان ذلك الهوس الذي يحاول فيه الإنسان أن يكون دائما في قلب الحدث اللهم اجعلنا على قلب حضرة النبي واجعلنا ننشغل بما يعنينا واجعلنا يا رب دائما في ضمانك واجعلنا في حضراتك واجعلنا يا ربنا نغيب من حياتنا لكي نسترد حياتنا ولكي تبقى حياتنا دائما نعمة منك يا رب العالمين اللهم أذقنا نعمة الحياة لأن تجعلنا نحيا فيما أقمتنا وأن نسعد على الدوام بأن نكون من الذين لا يفعلون إلا ما يعنيهم ولا يهتمون إلا بما يعنيهم لكي نكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحبتي صحبة الأبرار الأطهار الذين لا يلوثون قلوبهم بسيء الأخبار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل قلوبنا قلوب الطاهرين واجعلنا دائما نسير في صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة